السؤال اللي بعد كده بتقول أنا متزوجة في شقة حماتي وان يوم ما تجوزت وانا في مشاكل بسبب الشقة علشان حماتي قاعدة معايا خلص السؤال لا بس هي المفروض بقايا وعايزة تسأل ايه هو انا ينفع ان انا اطلب ان حماتي ما تبقاش معايا في الشقة او ان انا اطلب سكن مستقل اه يجوز بالعكس هو الاساس ان انت بقى عندك سكن مستقل اما اللي بقى ايه بقى اما ان نعمل ايه تحسني الى حماتك وتحاول بقدر الامكان ان انت تكوني محسنة اليها وتعملي ده جميلة لزوجك طيب حماتك بتعمل ايه بتصير المشاكل حاول ان انت ما تركزش معاها انت طبعا مش عايزة تقولي الحقيقة الحقيقة ان انت حسة ان انت طول الوقت حسة ان في حد مضيق عليك حياتك بياخد منك زوجك حسة ان انت مش على راحتك حاولي تحولي المسألة دي ان انت بتحسني الى زوجك لان اقرب طريق لقلب جوزك هو حماتك هو يا امه كل ما احسنتي اليها كل ما ده يشرح صدره طبعا تعملي ايه في وجعك وفي ديئك وفي كده حاول بقدر الامكان ان انت تتعامل معها على ان هي شخص بيحاول بقدر الامكان يخرج احسن ما فيك فخرجي احسن ما فيك خرجي الصبر خرجي حسن الادارة للمواقف خرجي كمان الراحة والطمأنينة وخليها كمان تدخل فيه برنامج لحياتك تفكر في حاجات تسعيدها تشغليها بيها وده هيفتح عليك الخير والبركة والنور يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن حاجة مهمة جدا كثير من كثير السعادة تكلمنا النهاردة عن دوابة كبيرة من السعادة ممكن تدخل على حياتنا وكلمنا كمان عن بلسم كمان ممكن يعالج اوجاع الناس كتيرة تكلمنا عن الكلمة الطيبة من مدخل ان الكلمة الطيبة هي الكلمة اللي بتطيب اللي بتطيب الخواطر وبتجبر الخواطر وتخلي الانسان يحس انه عنده طيب من طيب الله سبحانه وتعالى يمسح بيه على قلوب الناس ويخلي قلوب الناس تتذكر ان الله سبحانه وتعالى ينظر اليها فتطيب القلوب بطيب نظر الطيب سبحانه وتعالى يا رب الهمنا ان احنا دايما نكون من اهل الكلمة الطيبة فنكون من الطيبين الذين تقبلهم يا طيب يا جميل يا رب العالمين